اهلا بكم نبدأ من انتصار ارادة سامر العساوي التي بها ومن خلالها وفي اطارها وضمن سياقها وتتويجا لها حقق انتصارا اكد فيه ان الامعاء الخاوية تستطيع ان تقول كلمتها وان تقطع الشك باليقين وان تبرهن ان لا شيء يقف امام الارادة بخاصة اذا استندت الى الحق والعدل وانسانية الانسان نبدأ بالعناوين ارادة سامر العساوي تنتصر اهالي الاسراء يطالبون بوضع حد لسياسة الاهمال الطبية مؤتمر امان السنوي يطالب باعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة بيت فلسطيني في غابة استيطانية مصرحية صاغ سليم تكشف حكاية الشعب الى التقرير الاول العساوي يسجل انتصارا بطوليا تتويجا لمعركة امعاء هي الاطول في تاريخ الاضرابات شهور الجوع اضاءت عتمة الزنزانة واشعلت شموع النصر واخيرا انتصرت ارادة الاسير سامر العساوي بانتزاع موافقة ان يقضي فترة اعتقال ثمانية شهور مقابل ان ينهي اضرابه على ان يتحرر الى منزله في القدس وليس الى اي مكان اخر مع احتساب الفترة السابقة التي قضاها منذ تاريخ السابع من تموز من العام الماضي وحسب المحام جواد بولوس مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير ان اهم حققه هذا الاتفاق هو اسرار سامر على عدم اية لجنة من شأنها ان تدينه بكامل محكميته السابقة والبالغ عشرين عاما وقد تمكنت شقيقة الاسير العساوي المحام يشيرين من مقابلته في غرفته حيث نقل من خلالها تحياته وشكره العميق لابناء الشعب الفلسطيني الذين سندوه في معركته الاضراب الملحمي الذي خاضه سامر يؤكد ان ارادة الاسير من شأنها ان تنتصر على صلف وعنجهية السجان كما يمكن استخلاص كثير من الدروس والعبر من هذه التجربة وفي مقدمتها ان السجان لا يستطيع الاستفراد باي اسير مادام يستند الى زخم شعبي اسنادي قضية العساوي صلطت الضوء مجددا على محطات مضيئة في تاريخ الحركة الاسيرة تسنى فيها للأسرى ان يسطر بطولات فردية وجماعية حافظت عليهم كجسم وطني منظم قادر على الدفاع عن حقوقه وتحقيق انجازات ثقافية واجتماعية وصحية لو لاها لم استطاعوا ان يحول المعتقلات الى مدارس وجامعات تخرج افواج المثقفين والكوادر التنظيمية من هذه التجارب تتطلب توثيقا ممنهجا لكي نؤرخ للتجربة من جهة ولكي نضع امام الاجيال الجديدة فصولا من تاريخ مشرق يحاول الاخرون تمزه وتشويه حتى لا نتمكن من البناء عليها معنا في الاستوديو الاستاذ عبدالعال العناني مدير عام نادي الاسير الفلسطيني اهلا وسهلا بك استاذ عبدالعال تحياتي لك دكتور ولجميع المشاهدين الكرام نبدأ بالعساوي هو الحدث الاهم والابرز قصة العساوي مع الاضراب قصة بطولية بامتياز ملحمية يعني عندما استمعت الى خبر انتصار العساوي في معركته ماذا خطر في ذهنك يعني حقيقة خطر في ذهن الكثير لانه هذه المعركة التي استمرت على مدار تسع شهور متواصلة وكنا نراقبها عن كثب في كل يعني رغم كل التحديات التي تعرض لها العساوي ورغم قضية الاستهتار المتعمد من قبل الساسة في حكومة الاحتلال الا ان ارادة الاسير هي فعلا ارادة حرة عصية على الثني والكسر ودوما وابدا وكما عودتنا تجربة الحركة الوطنية الاسيرة بانها تحاصر كل الارادات وتحديدا ارادة السجان وفعلا جديرة بان تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية وتحديدا عندما كان العساوي الاعزل في داخل زنزانته يتحدى بهذه الارادة كل صنوف التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له على مدار التسع شهور متواصلة والتي فعلا ازدادت حدتها مؤخرا عندما سمعنا عن تلك الجولات المكوكية للمفاوضين الاسرائيليين الذين اصبحوا هم فوق الشجرة وكان عليهم صعب الامور ان ينزلوا عن هذه الشجرة بعد تلك التصريحات التي كانت رامية للنيل من العساوي بابعاده قصرا عن المدينة المقدسة وعودته الى نسقط رأسه في العساوية فكل الخيارات التي كانت تعرض عليه كانت مرفوضة جملة وتفصيلا وارسل رسالة ابرقها لكل المؤسسات ولكل الاحرار ولكل الشرفاء انه لن يقبل باقل من العودة الى العساوية او الشهادة وبالتالي يعني عدة رسائل وجهها بقصة بحكاية هذا الصمود الاسطوري الذي اصبح العساوي سفيرا لقضية الاسرة برمتها في كل المحافل الدولية الاتحاد الاوروبي المنظمات المجتمع المدني حرك الشارع الفلسطيني هز ضمير العالم الانساني بالوقت التي كانت فيه حكومة الاحتلال تتغنى بواحد الديمقراطية وانها تمتثل الى معايير حقوق الانسان وهذه الكذبة الكبيرة هذا السحر الذي اثر في الرأي العام الغربي تبدد على قاعدة هذا الصمود الاسطوري لدى اسيرنا البطل العساوي أخي عبد الرعال كيف يمكن ان نبني على هذا الانجاز يعني العساوي وجه رسائل عديدة بداية لزملائه الاسرة في داخل السجون من مختلف القوى الوطنية والاسلامية بانه لا شيء يقف امام الارادة ونحن مدركين دائما بواقع التجربة بانه صراع ارادات يعني ارادة الاسرة الحرة الذين فعلا رغم زجهم ورغم التعذيب وما يتعرضون له الا ان ارادتهم فعلا تبقى هي الدرع الحصين لمواجهة كل ما يتعرضون له سواء في اقبض التحقيق او ما بعد ذلك من خلال الاحكام الجائرة التي يتلقونها امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية الجائرة بكل مسمياتها عدا عن ذلك الظروف المعيشية القاهرة في داخل هذه السجون وما يتعرضون له من خلال الاقتحامات التي نسمع عنها بحجة الامن الاسرائيلي المزعوم والقيام بعمليات التفتيش والمداهمة الى اخره من عمليات التنقل المستمر لخلق حاله من عدم الاستقرار وهي سياسة قديمة جديدة بالضبط فاصبحت هذه الرسالة البليغة التي اوصلها لزملائه الاسراء انه اولا بالوحدة بوحدة الموقف لصياغة اي خطوة نضالية واهمها طبعا سلاح الامعاء الخاوية هي معركة منتصرة عبد العام قد يكون قائل ان هذه اضرابات فردية يعني الفرق شوف يعني منشان ان نكون صريحين يعني لو اخضعنا ذلك للتحليل وقلنا من واقع التجربة انه يوجد فرق ما بين ان يواجه البعض مننا سياسة الاعتقال الاداري على سبيل المثال رغم ان الكل يجمع على انها سياسة تعسفية احتلالية والدولة الاحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة التي تستخدم سياسة الاعتقال الاداري حتى اليوم وبالتالي عندما يقف الاداريون جميع من تعرضوا لهذا الظلم بخطوة جماعية لمواجهة هذه السياسة لا يمكن ان نفتح المجال لحكومة الاحتلال حتى تحل الموضوع ان يبقى الاضرام مستمر لاشهر عديدة عندما تكون الخطوة جماعية بينما الخطوات الفردية رغم نجاعتها ورغم الانتصارات التي تحققت ووضع حد للعديد يعني الابطال الذين خاضوا الكوكبة الذين خاضوا تجربة مواجهة سياسة الاعتقال الاداري هم كثر الآن شرعها الاسير المجاهد خضر عدنان وزملائه ثائر حلاحلي وجعفر الزدين وطارق قعدان والاخت هناء الشلبي وكان آخرهم يونس الاسير البطل يونس الحروب الذي وضع حد لمعاناة التجديد في الاداري تجديد الامر الاداري وأن يكون هناك موعد رسمي للإفراج عنه إنما كسياسة بقية قائمة وبالتالي يجب أن نؤكد على أننا نشجع المبادرات الجماعية يعني عندما يخض الأسرة وينسق المواقف وهينما تكون مبادرة فردية تم الوقوف معها وإسنورها طبعا لا نترك أسير فريسة لهذا الاحتلال ووحيد في خندق المواجهة مع السجان هذا غير موجود في قاموس الفعل الكفاحي لأبناء شعبنا بغض نظر عن مشاربهم الفكرية والسياسية والدينية وبالتالي هناك أصبحت قضية الأسرة ارتقت إلى مكانة حظيت بإجماع وطني فلسطيني حتى المستوى الرسمي تفاعل مع هذه القضية حتى أصبحت تحتل الصدارة فأصبح الموقف السياسي الفلسطيني يعني كشرط رئيسي للعودة للحديث عن مفاوضات أن توفر المناخات المناسبة فأصبحت قضية الأسرة يعني كحجر أساس في الحديث مع أي طرف يعمل على إعادة الأمور إلى مصار ما يحكى عن مفاوضات فقضية الأسرة وقضية وقف الاستيطان أصبحت يعني قضيتين رئيسيتين للحديث عن أي جلسات تفاوضية مع هذا الاحتلال وبالتالي هذا لم يكن إلا بتضحيات أسران البواسل الذين فعلا بتضحياتهم بأمعائهم الخاوية فرضوا أنفسهم كمعادلة على أجندة السياسيين بداية الفلسطينيين من جهة وأيضا كمان ساعدت كل المؤسسات ابتداء من وزارة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسير ومختلف المؤسسات الحقوقية من أجل يعني العمل على تدويل قضية الأسرة وإعطائها حقها قضية التدويل مهمة جدا هذا محور سنتعرض له بعد متابعة هذا التقرير أهالي الأسرة استبشروا خيرا بانتصار العساوي لكن القلق ما زال يعتصرهم على مصير أبنائهم الذين يعانون من سياسة الإهمال الصحي هو مشهد اعتدنا عليه أسبوعيا لكنه اليوم له طعم آخر اعتصام أهالي الأسرة أمام مقر صليب الأحمر في مدينة البيرة سادته أجواء مفعمة بالنصر لا سيما بعد موافقة الأسير سامر العساوي على وقف إضرابه بعد تحقيق مطالبه سيتم التوقيع على اتفاقية بموافقة نيابة العسكرية الإسرائيلية بأن يقضي فقط ثمانية شهور وبعد انتهاء سيعود إلى القدس إلى موسكة رأسي هذا انتصار كبير لنا والشعب الفلسطيني للأحرار لسامر الذي سجل بطولة خارقة وبكبرياء واستطاع أن يكسر إرادة الجلاد وإرادة السجنين عندما رفض الإبعاد وقاطع محاكم الاحتلال ورفض الخضوع لذلك القانون العسكري الجائر الذي حيث كان ينون من خلاله عادة 16 سنة من حكمه السابق اليوم رسالة انتصار وعمل لكل الأسرة والأسيرات بانتصار سامر العساوي الذي استطاع بإضرابه عن الطعام وبمقاومته القوية والفعالة أن يكسر إرادة المحتلين حالة من التفاؤل تسود أوساط أهالي الأسرة بعدما تحقق على أيدي الأسير سامر العساوي لكن هذا الأمر لم يمنعهم من المطالبة بوضع حد لمعاناة أبنائهم خلف القطبان ووضع حد لسياسات الإهمال الطبي أيضا وهي لهم أربع سنين يعني من طالب وهم بحكولوا أنه بدهم يعملوا العامرية بس للأسف يعني فش هذا صحينا ضميرهم نايم ضميرهم في غيبوبة ألبس كفا أخي وأقول لقد انهار حلمي أصبحت من المصيبة والكارثة أننا أصبحنا نحلم إلى أن يموت أثرانا عندنا لقد انهار سكف أحلامنا من أن يتحرروا وصار حلمنا أن يموتوا بيننا يشار إلى أن نيابة الاحتلال وافقت على صيغة اتفاق عرض من قبل العساوي ومحاميه حيث سيتم احتساب فترة اعتقاله التي قضاها في الأسر منذ تاريخ السابع من تموز العام الماضي بالإضافة لثمانية أشهر أخرى مقابل وقف إضرابه المستمر منذ مائتين وثمانية وسبعين يوما راما يوسف تلفزيون وطن أخي عبد العال نربط بالحديث السابق ماذا قصدت بتدويل الأسرة وإلى أين وصلت قضية التدويل يعني في إطار المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل نقل الحقائق للمجتمع الدولي الصامت عن كل الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها أسران العزل في سجون الاحتلال قضية يعني هناك حكايات من المعانيات يعيشونها الأسرة بعيدة عن الإعلام وعن عدسات الكاميرا وعن نقل الحقائق إلى المحافل الدولية نحن نجحنا في إطار المساعل التي كانت سابقا في وصف حالة الأسرة وما يتعرض له أبناء شعبنا حتى القاصرين النساء الأسرة المرضى في داخل السجون كلها ملفات كثيرة يعني هل نستثمر عدوية فلسطين في الجمعية العامة الآن بالضبط هناك المنعطف التاريخي أنه أصبحت دولة عضو مراقب وهذا يفتح المجال أمام انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ابتداء باتخاق الدنيا في خطوات على هذا الصحيح نعم نحن مباشرة وعلى الفور عقدت يعني عدة ورش هنا في رام الله مع كل الخبراء القانونيين لحتى لا نقفز قفزة في الهواء حتى عندما ننضم نحسب يعني دائما الربح والخسارة في أي خطوة يجب أن تكون محسوبة وبالتالي نحن تجربتنا إن شاء الله ستكون رائدة في هذا المجال وسنصل يعني ونحث كل الأطراف من أجل الإسراء لانضمام فلسطين لهذه المنظمات ولاتفاق الجينيف الثالثة والرابعة التي من شأنها بداية إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أسران الفلسطينيين وتوفير الحماية من جهة أخرى لهم سيما وأن إسرائيل رغم توصيات عدة البرلمان الاتحادي الأوروبي بإفاد لجان تقصي حقائق لزيارة السجون والاطلاع على أوضعهم عن كثب ومنعت كافة هذه اللجان سابقا الآن يجب أن تتغير هذه المعادلة من أجل فعلا أن نحن يعني تحتاجنا وقف دولي لدينا مؤسسات عملنا الآن بطريقة علمية منهجية على توثيق جرائم الاحتلال وبالتالي لدينا ما نقوله أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العفو الدولية وكل المنظمات لدينا يعني العديد من الملفات الساخنة التي تديني الاحتلال ويجب أن يحاسبوا على هذه الجرائم يعني كفة عندما نردع الاحتلال بالقانون الدولي مدام إسرائيل تتغنى كما ذكرت بالديمقراطية وأنها إحدى الدول التي وقعت على اتفاق حقوق الإنسان واتفاق حقوق الطفل لكن عندما يصل الحال بالتعامل مع أطفالنا نجد يعني كيف يستخدمون أطفالنا دروع بشرية كما حصل في أبوديس قبل أيام ونشر على اليوتيوب وكل المحطات أخي عبد العالم من خلال هذا التقرير تبين أن أهالي الأسرة قل يكون بشكل كبير على أوضاع أبنائهم بخاصة الأسرة المرضى لو صلتنا الضوء على هذه القضية أخي العزيز في خضم معركة العساوي سقط شهدين ومن قبلهم شهيد أيضا أشرف أبو ذريع ومن بعده نتيجة التعذيب في التحقيق واستشهد عرفات جرادات من سعير ومن بعدها ميصر أبو حمدية رغم تشخيص المرض أصبح واضح أنه يعاني من سرطان متقدم وبالتالي هذا الاحتلال لا يفهم لغة لكن لم يعطى مجال أنه يخرج ويتحضر ويعالج طبعا أثارها حفيظة كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية سيما وأنه هناك العديد من الأسرة الذين يعانون من أمراض مزمنة وفتاكة وخطيرة وحدت لهم تواريخ إجراء عمليات جراحية طارئة ولم تجرى حتى الآن متركين فقط يمنحوا يعطوا الكورتزون والمسكنات ومتركين فيما يسمى مشفى الرمله ومنهم أذكر أنه في بعضهم هم في مقابر للأحياء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبالتالي أنا أبرر هذه إحالة القلق التي تساورنا جميعا اتجاه مصير أسران المرضى في السجون ويعني لابد في عجالة من أذكر بعض الأسماء الذين سقطوا بس خلال أشهر بضعة أشهر سقط في العام الماضي سقط الأسير مراد أبو ساكوت وفايز السيادات من نابلس زهير لببادة موقت قريب زكريا عيسى من الخضر كل هؤلاء سقطوا بعد تحررهم بأيام بمعدودة بشهر بشهرين فقط نتيجة وهي أفرج مؤخرا عن الأسير البطل محمد تاج من محافظة طوباص وهو قيد العلاج والمتابع الحثيث في مجمع فلسطين الطبي هو كان فعلا يعيش الموت ويصارع الموت على مدار الساعة الأسر المرضى فيما يسمى مشفى الرملة رقموا أنفسهم بأرقام أنه الدور على مين الآن أن يستشهد تخيل عددهم لقرابة العشرين أسير كلهم يحمل رقم من الأسير منصور موقدي ومشاريع شهداء فعلا لا نريد أن نبقى مكتوفي الأيدي يجب علينا أن نتحرك ضمن أدوات فعل جديدة حتى فعلا بعد الرسالة التي نقلها وأثارها أيضا قضية الأسرة المرضى أثارها العساوي لأننا كنا لا نريد سمع نبأ استشهاده رغم هذه الحرب النفسية التي شنت أصلا على عائلة العساوي نتيجة أنه يعني يحتضر وتلك الرسائل التي فعلا كنا نتوقع استشهاده بأي لحظة نتيجة التقارير الطبية الصادرة عن الأطراف الإسرائيليين أنفسهم أنه يعني في حالة تدهور شديد وممكن أن يتعرض لانتكاس حادة في أي لحظة والحمد لله تكللت التجربة بالنجاة بعد تحقيق هذا الانتصار الكبير هذا عكس نفسيته قبل أن يتناول أي مدعمات من جديد النشوة نشوة الانتصار أعطت العساوي وجه مشرق لذويه وللمحامي قبل التوقيع على الاتفاق لأنه فعلا بإرادته إرادته هي التي أعطى قوة للآخرين قوة تفاوضية أشكرك أخي عبد العال أما الآن نذكر بالعناوين المتبقية تحياتي مؤتمر أمان السنوي يطالب بإعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة بيت فلسطيني في غابة استيطانية مسرحية صاغ سليم تكشف حكاية الشعب مؤسسة أمان تصلط الضوء في مؤتمرها السنوي على عدد من مظاهر الفساد كإهدار المال العام والوسطى والمحسوبية والمحباة واستغلال المنصب الوسطى والمحسوبية والمحباة في تقديم الخدمة العامة واستغلال المنصب لأغراض شخصية من أكثر أشكال الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني وانتشار في الاختلاس وهدر المال العام وغسط الأموال وإساءة الاعتمان هذا ما كشف عنه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في تقرير الفساد ومكافحته لعام 2012 وجود عدد كبير من المؤسسات العامة غير الوزارية والتي لا لا يجري أي شكل من أشكال المساءل إليها أو المتابعة إليها وهذه أصبحت إقطاعيات للأشخاص الذين يتصرفوا بأموالها بقرارات فردية وليس بالضرورة بما يتناسب والأزم المالية التي موجود فيها المجتمع الفلسطيني واستعرضت آمان تقريرها السنوية في مدينة رامالة اليوم حيث خرجت بمجموعة من التوصيات أبرزها إعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة وتغيير السياسات المالية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة وتحديد مرجعية المؤسسة الأمنية بشكل واضح إضافة لتجديد شرعية المجلس التشريعي والإسراع في استصدار قانون لحماية المبلغين عن الفساد ما زالت هناك ثغرات بحاجة إلى معالجة بما فيها قطاع القضاء بما فيها قضايا تتعلق أيضا بالهيئات خارج عن الوزارات كما طلبت آمان بتشكيل لجنة رسمية لدراسة وتقييم تنفيذ مشروع ضريح الرئيس سياسي عرفات والتحقيق في إشكاليات التنفيذ وتصويب وضع شركة الخطوط الجوية الفلسطينية ووضع التشريعات اللازمة لتنظم عملها نهيك عن وضع نظام رقابة فعال على السفارات الفلسطينية نزر حبش من مدينة رام الله تلفزيون وطن هاني عامر يتشبث ببيته ويسر على البقاء والصمود وسط غابة استيطانية حيث تحيط به المستوطنات من كل حب وصوب وسط سلسلة من المستوطنات في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية تصمد عائلة المواطن الفلسطيني هاني عامر الحاج أبو نضال يضطر يوميا لاجتياز أكثر من بوابة كهربائية وعشرات الأسلاك الشائكة للوصول إلى بيته حاله كحال معظم أفراد أسرته منذ أكثر من عشر سنوات وعائلة أبو نضال تعاني وهو واقع يتشارك فيه معظم أهل قرية مسحة فقد صادر الجيش الإسرائيلي أكثر من سبعين بالمائة من أراضيهم لصالح الجدار والمستوطنات كارثي أجهزت على أراضي مسحة طبعا في 2003 أنشئت جداري للفصل العنصري وأجهز على ما تباكى من أراضي مسحة أصبح المصادر حوالي 80% من أراضي قرية مسحة ولا مواطن بقدر يدخل على أرضه نهائيا ممنوع يزرع الأرض ممنوع يدخل عليها نهائيا هنا دولة هان العامر شعار خطه أبو نضال على حائط الجدار شعار يعكس ما تصب إليه العائلة المتمسكة بأرضها رغم كل الإغراءات المادية والمضايقات اليومية إذن كما تشاهدون البوابات الكهربائية والسياج الشائك تحاصر الحج أبو نضال وعائلته ومع ذلك يصر أبو نضال على البقاء في أرضه وفي ذلك رسائل كثيرة إلى التذكير بالعنوان الأخير مسرحية صاغ سليم تكشف حكاية شعب مسرحية صاغ سليم تبكي وتضحك معا انطلاقا من المثل القائل شر البلية ما يضحك وبلية الفلسطينيين فصول مأساتها مستمر صاغ سليم عرض مسرحي جسد حكاية الشعب اختزل فيها قصة فرد واحد لكنها تحتضن في طياتها عشرات القصص والأحداث لشعب عانى على مر الزمن من ويلات وأهات الاحتلال احنا شوي طورنا روح نكتي يعني هون بلاحظ الجمهور بالمسرحية الليلي انه بأصعب الأمور قساوة دراما الأمور انا بعالجها ببسمي وروح نكتي لانه انا بديش اضيع انسانيتي لانه انا جاي من شعب انساني عريق اللي بقدر يتعامل مع مشاكله برضو بأمل كبير وبضيعش الأمل وبروح نكتي وببسمي بأمل انه دايما عايشها أمل انه اكيد الأمور لا يمكن دوميك يروي المخرج سليم ضو من خلال مسرحيته حكايته التي يحمل فيها العديد من الرسائل في استعراضه لتاريخ القضية الفلسطينية وعذابات الشعب الفلسطيني وحمله لحقائب السفر الى طفولته الريفية في قرية البعنة الجليلية الى تفاصيل حياته فيبكي ويبكي في اهن المسرحية التي عكست حكاية الشعب الفلسطيني منذ اليوم الاول الاحتلال تفاعل معها الحضور بشكل لافت يعني مسرحية تستحق الحضور بالنسبة لنا يعني كتير منغمسين بأوضاعنا هنا في الضفة الغربية ولكن رغم معلمنا عن الأوضاع اللي بعيشوها والأوضاع اللي مروا فيها في الـ 48 ولكن تفاصيل كتير ضلت غائبة عنا حتى احنا أشقائهم الفلسطينيين بالنسبة لألي يعني عطتنا صورة كبيرة عن تفاصيل الحياة اللي مروا فيها أشقائنا الفلسطينيين يعني أنا شاهدت المسرحية أكثر من مرة في حيفا وكنت مقتنعة جدا أنه يعني يجب أن تأتي إلى هنا إلى رمالة ونابلس وقلقيلة وتول كلم وبيت لحم والخليل وأتمنى ذلك قريبا مسرحية تختزل حياتنا كفلسطينيين في الداخل فلسطينيين ومعاناتنا منذ فترة الحكم العسكري مرورا بفترات مختلفة في ساعتين يعني عرض رائع مشوق أنت لا تنظر إلى الساعة لترى متى ينتهي الوقت فعلا يعني عبقرية سليم كانت قوية وحاضرة في هذا العمل المسرحي الإبداعي يشار إلى أن هذه المسرحية عرضت على مسرح قصر رام الله الثقافي برعاية إعلامية من تلفزيون وطن ساغ سليم عرض مسرحي جسد بإبداع قصة حياة الفرد الفلسطيني وحاول الجمع بين البسمة والألم لاستشراك المستقبل المأمول من قصر رام الله الثقافي أمير حماية إلفزيون وطن عود إلى عنوين الأحلقة إرادة سامر العساوي تنتصر أهالي الأسرى يطالبون بوضع حد لسياسة الإهمال الطبية مؤتمر أمان السنوي يطالب بإعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطان بيت فلسطيني في غابة استطانية مصرحية ساغ سليم تكشف حكاية الشعب إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة